هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وفي برقيته بهذه المناسبة عبر مدبولي بالأصلات عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة عن أسماءات التهاني وأطيب التمنيات للرئيس السيسي دعينا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد وعلى الشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات كما بعث مدبولي برقية تهناءة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالمناسبة عبر خلالها عن تقديم أسماءات التهاني وأطيب التمنيات دعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان وأن تحقق كل ما تصب إليه من تقدم وازدهار اشتركوا في القناة